اشتركوا في القناة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيف مصر الكريم الرئيس البيلاروسي في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح ومجلسي النواب والوزراء السيد الرئيس أليكساندر لوكا شينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا يشرفنا تشيف سياداتكم لنا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة وهي أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها وهو مشروع ملاق تم التنفيذ للمشروع اعتبارا من مارس 2016 لتكون عاصمة إدارية جديدة طليق باسم مصر ومكانتها حلم فنم روض المصريين وتحدي جديد يثبت أن المصريين قادرين على التحدي وتحقيق المعجزات والآن الحلم أصبح حقيقة أستاذي سياداتكم في عرض فيلم تسجيل المعانى للعاصمة الإدارية الجديدة اشتركوا في القناة تعتبر المدينة الرياضية هي أول نادي رياضي ينشأ في العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة الأحياء السكنية المدينة الرياضية على مساحة 92 فتان العناصر الرئيسية للمدينة صالة ألعاب متعددة مغطاة 7500 متفرد صالة ألعاب فتانية 400 متفرد مجمع ملاعب مفتوحة 17 ملاعب متعدد صالة زاوي الهمم 400 متفرد صالة جنباز 400 متفرد المبنى الاجتماعي مصرح مكشوف مجمع حمامات سباحة مجمع ملاعب سكواش مجمع ملاعب تنس مجمع ملاعب كرة قدم أيها ومرسا موسيقى كما تفقد السيد الرئيس وضيفه الكريم المعرض المقام بمناسبة عقاد مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية بفندق الماسا كابيتل وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية حيث ضم المعرض بعض إنتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم موسيقى وقد شهدت العلاقات المصرية البيلاروسية تطوراً على كافة الأصعدات موسيقى وقد أبدأ رئيس البيلاروسي سعادته مما شاهده من مراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين أفاقاً أوسعاً من التعاون في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط قيادة البلدين موسيقى اشتركوا في القناة